فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار إذن الحديث يبعث العالم والعابد فيقال للعابد أدخل الجنة لأنه أدم عليه طواعية لربه جل في عليا أدخل الجنة ويقال للعالم أثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم وفي روايتين قالوا إن فيه يأتي علينا العام يخصب حيث أبو مسعود حيث أبو مسعود بادري قال لا يأتي عام إلا والذي بعده الشر منه لا يأتي عام إلا والذي بعده الشر منه وهذا حديث مهم جدا في هذا الباب قالوا إن فيه يأتي علينا العام يخصب والعام لا يخصب فيه قال إني والله لا أعني خصبكم ولا جذبكم ولكن ذهاب العلم والعلماء قد كان قبلكم عمر فأروني عام مثله يعني عمر رضي الله نرضاه ليش راسخ لأنك لن يمكن أن تصل للعلم إلا أن تتعلم يا ابني على سماعا لابد العلم أن تجسوا على ركبتيك بين يدي العلماء هذا أول شيء والأمر الثاني إذا جذوت على ركبتيك وأخصت السنين في ذلك لابد أن تحافظ على سنين عمرك فإن عمرك يضيع مع من لا يتقن فستصل تتقن فحتى تتقن لابد أن تكون على إتقان مع من أتقن والأسئلة رجاء رجاء منكم تكون بعد الدرس رضي الله عنك يا شيخ شريف أحسن الله عليك نعم قال فأروني العام مثله فقد كان قبلكم عمر يعني عمر بن خطاب رضي الله عن رضاه شوفوا كيف كان العام فيها هذا الباب طيب طيب إذا أنا ما أخطأت هذا الصحيح إذا حرقت الوسط بينكم والتواصل بينكم قلت ذلك أنا قلت هذا قلت جملة أمس تجلسون تنسجون لما أخذت هذا بقى عليك إذا أنت تفعلين هذا أنا قلت هذا عليكم أنا قلت هذا عليكم أنا أنكرت عليك قلت نحن صدقناك بجهل مننا إما أنك ترمى سحبت الأمر عليك بأنتم كذلك لو أنت أنا الكلمة هذه أنا ما قصدتك ولا قصدت أحد تكلمت كلاما عاما لما يحدث من المستشرقين وأيضا من المنافقين بل ومن المغردين الذين يجلسون يتلمسون العصرات يكتبونها فأن تسحبها خاصة عليك إذا أنت تفعلين ذلك وإن شاء الله أربأ بك أن تكون كذلك أن كلامي عام في كل المستشرقين والمنافقين والمغردين وإلا فهناك من يجلس يقول حتى قال تصريحا والله ما أجلس إلا لأتلمس عصره أكتبها بعضهم قال الرجل عالم مطقن وله من السنة ومن القوة وإن نجلس لننتظر له خطأا شاء الله أرأيتي يجلسون ذلك فيكيدون ونمكرون والله يرد كيدهم ومكرهم لأنهم يتلمسون العصرات فأن تحمل العام على الخاص هذا ينبئ بشيء آخر هذا ينبئ بشيء آخر وإن شاء الله أربأ بمثلك أن تكون كذلك أنا ما قصدتكم في هذا الباب أنا قصدت عموما والعموم هنا مشكلت أن الخاص بيظهر نفسه سريعا كادا المريب أن يقولوا خذونه لما تقول ذلك إن شاء الله أربأ بمثلك وبأمثالكم أو أمثالكنا أن تكون كذلك أربأ بكم جدا عن هذا لستمنا كذلك من جلس يتعلم صدقا لله جل في علاه هذا ينقي قلبه ويعلم أنه يحسن الظن بالجميع ولا يمكن أن يسارع في إساءة الظن بأحد وإن أتاه ما أتاه من إشعارات لابد أن يستيقن منها لا تأكد ولذا ربيت طلبة العلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب مع أنه وحي مع أنه وحي رجع لصاحب الشأن يسأله من أجل أن يعلم ذلك يقينا وهذه التربية الصحيحة أن يقول الأستاذ لتلميذه إن وصلك شيء إما لك فيه أمران الأمر الأول أن تكون تقيا نقيا وأن تقول أن هذا يشوش على القلب وليس بصحيح وأن هذا إما أن يكون كذبا وإما أن يكون نميمة وإما أن يكون تجسسا وفي الثلاثة صاحبه فاسق أو تقول صاحب الشأن موجود نرجع إليه هو الذي يفسر لنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقنا هذه إنكر عليك أنت لما قلت صدقته على جهلي طيب الحمد لله أنك أحسنت الظن وأفهمت ذلك لا يمكن أنا أنا عندي قلت قولا فصلا طلبة العلم عندي لآلة منصورة بحملها فوق رأسي ولا يمكن أن أؤذي طلب العلم بحال من الأحوال لكني كما قلت أربي عن أخلاقيات دنية وأريد الأخلاقيات لكل طلب العلم أن تكون علي فقط وبيننا وتعلمون بيننا من يمكر بيننا من يكيد بيننا من يدخل يعني أنا شوف لما أقول للرجل فهمتك علمتك هو داخل يسمع الدرس ويتعلم داخل يتعلم ولا داخل يفسد رافضي خبيث يعني أتعبته شدتنا عليهم في كفرهم فدخل يفسد ومع ذلك تصدين له من أجل أن تكون العقيدة بيضاء نقيم وأمثال هؤلاء كثير منهم من يجلس ومنهم من جلس وأنا مش عايز أقول كلمة صريحة لفاضلة طالبة علم متقنة جدا جاءها من جاءها وتكلم معها بكلام وقالت له أنت أحد ثلاثة أنت أحد ثلاثة رجل كذاب أو رجل متدسس أو رجل نمام وفي الحالة الثالثة أنت فاسق والذي يأتي ليتكلم عن طلبة العلم أو يعرض بالعلماء فهذا عندنا ساقط العدالة الله بكلمة واحد كانت كانت امرأة لبيبة قريبة تعلم كيف تحسن الظن بالعلماء وأيضا تعلم كيف أيضا ترد وتذب عن طلبة العلم ففعلت ذلك فانتهى الأمر في ثانية واحد وتراجع مخزيا يطلب على التحلل والاعتذار فكان كذلك فكثير من هؤلاء يدخلون يدخلون يمكرون ويسيرون بس الحمد لله خلاص القلوب صفية والأمر ينتهي وكما قلت عندما عندما يتكلم باللفظ العام لا تحملونه على الخاص هذا خطأ كبير لأنه فيه أمران الأمر الأول هو فيه سوء الظن الأمر الثاني فيه وحشة القلوب ولما ونحن كما قلنا تربط العلم عندنا ألماس خالص ونحن نتبنى نحصل الظن بالجميع ولا يمكن أن نرضى على الجميع الدون ولا سوء الظن بل نذب عن الجميع وعن أعراضهم ونذب عن الجميع من أجل بقاء العقيدة نقية ولا يدخل علينا من ليس منا فيحارب فينا من بيننا هذا الذي أردته اللهم أمين اللهم أمين اللهم أجعله أحياء للسنة وأحياء للقلوب وأيضا ثباتا على الخير جزاكم الله كل خير حسن الله عليكم وهذا من أفضل ما فعلت أنت يا سمراء في هذا الباب حتى لا يبقى في القلوب من شيء جزاكم الله كل خير على ما قدمت هذا هذا وربي هو الإحسان بحق وهذا الذي قلته دائما هذا الذي قلته دائما هو أننا نكون يعني على صفحة بيضاء نقية والسنة تعلو ونتمسك بها سنفوز كثيرا لذلك قلته شوف كيف ربان النبي عندما قال لحاطب يا حاطب ما هذا يتبين منه فمن رام فمن كان عنده من شيء فله أن يتبين فعندما يتبين يظهر الله كل الخير لا لا استغفر الله لستم كذلك بحلم الأحوال بل أنتم من أرقى الناس أدبا ومن أحسن الناس فعلا ومن أحرص الناس علما وهذا والله الذي في قلبي لكم جميعا والحمد لله على أمثالكم ونسى الله للفعلاء أن ينفع بكم الأمة الإسلامية ونجعل ذلك أخلاص الوجه الله الكريم الله مأمين رب العام رجل الله عنك شريف أحصى الله عليك حفظكم ربي جميعا وثبت الله أحسن إلينا وإليكم وثبت الخير فينا وفيكم واستعملنا واستعملكم حتى يعني ننصر سنة نبينا ونقمع هذه البدعة التي استشرت وأطلت برأسها وأرادت أن تتفشى وتنتشر من أجل طمس السنة وتضيع العلم على العلماء أبدا أبدا لا نكون كذلك وسنتصد لذلك بإذن الله رضي الله عنك أعلم ذلك وربي بل ولنقاء القلب وحسن الخلق استغفر الله جزاكم الله خالينا رضي الله عنك وأحسن الله عليك جزاكم الله خير استغفر الله استغفر الله أدام الله خيركم وزاد وزاد من الإحسان فيكم ومنكم ومعكم وبكم اللهم أمين رب العالمين رضي الله عنكم هنا الحديث أيضا ابن مسعود قال موت العالم سلمة لا يسدها شيء ما اختلف ليل ونهار وانظر هنا إلى احتراق القلب لموت العلماء لذلك كانوا يسألونني لما نراك عندما نقول لك مات فلان نراك تغيرت واعتزلتنا كان الأمر أم لافقون أن الخوف يملأ قلبي لأنه الله جاء وعلا إذا مقت قوما يعني كان في الأولين مع الأنبياء كان الله جاء إذا يعني أراد هلاك قوم نبيهم من بينهم قابض نبيهم من بينهم وفي الآخرين إذا أراد الله بقوم هلاك قابض عالمهم من بينهم إذا أراد الله بقوم هلاكا قابض علمهم من بينهم هذا القبض ليس بالهي فلابد أن ننتبه وأن نفهم جيدا بأن العلماء طوق نجاة فنفديهم بأرواحنا ودمائنا وما نملك أن الله تعالى ما جعلهم بيننا إلا كما جعل النبي بين أهل مكة فلذلك قال موت العالم صلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار وقال أبو الدرداء تعلموا العلم قبل أن يفتقر إليكم فإن أعبد الناس رجل عالم إن احتيج عليه نفع بعلمه وإن استغنى عنه نفع نفسه بالعلم الذي يعلمه الله عنده فما مال علمائكم فما مال علمائكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون فلو أن العالم أراد أن يزداد علما لا ازداد وما نقص العلم شيئا ولو أراد الجاهل أن يتعلم لو وجد العلم الله أكبر هذه نقف عندها أبو الدرداء يقفنا عندها ما أدري سأت إليها مع شرح ما سبق لأنها من الأهمية بمكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم يبعث العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم اثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم يبعث العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم اثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم الآن انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهناك حديث أيضا فيه كلام لكن الله جاء الله يبين لك قيمة العالم بين الناس العابد مهما استطال أمره فإنه إلى نجات نعم ينجو ومن زحزع النار وإدخل الجنة فقد فاز فيكون له الفوز بالسلامة وبالجنان يكون له الفوز بالسلامة وبالجنان لكن النظر الأدق في هذا الباب هو أن يقال العالم شوف العالم عند ربي وإحنا قلنا في قاعدة أصولية وفي قية عند الولماء يقولون النفع المتعد خير عند الله وأعظم من النفع الزاتي النفع المتعدي خير عند الله وأعظم من النفع الزاتي صحيح أو لا إلى النفع الزاتي والنفع المتعدي النفع المتعدي في الدنيا والأخيرة العالم يعلم الأمم ورزالي قلنا من رام صدقة جارية لا تتوقف بحال فهذه الصدقة الجارية لا تكون إلا في العلماء من رمى صدقة جارية من رمى صدقة جارية لا يمكن أن تكون هذه الصدقة الجارية إلا أن تستمر استمراراً دون توقف لا تستمر إلا مع العلماء فقط أي شيء آخر قد يجف بما يجف انتهى ولذلك قلنا حتى البئر قد يجف لكن المعين الذي لا ينضب هو معين العلماء المعين الذي لا ينضب بحال من الأحوال هو معين العلماء فهي صدقة جارية حقاً جارية لا تتوقف بحال من الأحوال ولا تتبدل لذلك يقول الله تعالى للعابد أدخل أنت سجدت أنت سليت صمت أدخل أما العالم قف الناس كما كانوا يحتاجون عليك في الدنيا يحتاجون عليك في الأخيرة الله أكبر اللهم احفظ علماء أنا وارحم من مات منهم واجعلهم في أعلى عليين اللهم احفظ علماء أنا الذين بيننا واللهم اللهم مكن لهم اللهم مكن لهم اللهم مكن لهم فإنك اللهم مكن لهم اللهم مكن لهم فإنك على ذلك قدير فإنك على ذلك قدير فيقال للعالم أثبت كما كان الناس ينتفعون منك في الدنيا ينتفعون منك في الآخرة وهم أحوج ما يكونون إلى هذا الانتفاع أثبت وهذه كرامة ليست بعدها كرامة هذه بالضبط تذكرني بحديث الشفاعة أن الجميع يقولون اللهم سلم سلم عليكم بفلان إلى أن تأتي للنفسان فيقول أنا لها أنا له فيظهر ويثبت الله كرمته بين الجميع على رؤوس الخلائق والأشهاد الجميع يقول اللهم سلم سلم ويخافت وهو الذي يستأذن عن ربي فيؤذن له فيسجد ثم يقول الله كلاما له عجيبا أن تسمع مثل هذا الكلام من الجبار فاطر سماوات الأرض إلى أحد خلقه فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع شوف الله يقول لعبدي من عبادي قل وأنا أسمعك وقل يسمع وقل يسمع واشفع تشفع وقل يسمع واشفع تشفع فهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ليظهر فضله على الجميع أيضا الله جلو على كما فضل الأصيل فضل الوكيل وكما كرم الأصيل كرم الوكيل فقيل للعالم على رؤوس الأشهاد أثبت كما كان الناس ينتفعون منك في الدنيا ينتفعون منك في الآخرة فيشفع لناس يقال يقال أثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم يا رب يا رب يا رب يا رب لا نقول الباء للمقابلة بل أدبا مع ربنا نقول الباء الباء سببية الباء سببية والله شكور والله شكور إن الله جعله شكر له ما صنع للناس وأحسن إليه كما أحسن للناس فكرمه على وجوه الخلق أجمعين وعلى رؤوس الأشهاد قالت أثبت نسأل الله أن يحفظكم أن تكونوا من خير الناس وإلى خير المآل الله مأمين رب العمين فقال له أثبت حتى تشفع للناس كما أحسنت أدبهم فشكر له الله جل في علام على ما صنع في الدنيا فأتى له بالآخرة على رؤوس الأشهاد فجعله واقفا لا يتحرك حتى يكون سببا لدخول الناس الجنة فيشكرون له ذلك وهذا أصل أصيل عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله من لم يشكر الناس لا يشكر الله كلام من ذهب لترى كيف أن ربك يشكر لك صنيعك فإن أحسنت للناس أحسن الله عليك لذلك أكدت جدا على التعجل بالملكة الحديثية والملكة التفسير أيضا ملكة القرآنية وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك في علوم الآلة بإذن الله سنفرضها على ذلك حتى يكون لنا سهم بكل أنواع وأصنف العلوم على ما من الله علينا به أن ينتشر بين الناس في ذلك لأن لأن كما قلت البدعة قد أطلت برأسها ولو عاون بعضنا بعضا ولو أخلص بعضنا في المعاونة لبعض والله لا لا يتسلط علينا غيرنا بحل من أحوال لكن دائما قد أتقنوا قد أتقنوا اللعبة وقد خسرنا كثيرا لأننا مغفلون فرق تسد أتقنوها إتقانا راقيا ولا أقول عذرنا أننا جهلنا ففرقنا لا ليس لنا أمام الله عذر إننا أردنا ذلك أهواؤنا ونظرنا لأنفسنا هو الذي صنع بنا ذلك وافق شن طبق وافقه فعنقه صادف هواها قلبا قاليا فتمكنا هم يريدون ذلك نحن نريد ذلك التفرقة لأننا نتعصب لمشايخنا نتعصب للطواف التي نحن متحت راياتها نتعصب لأهوائنا كل مننا يدعو لنفسه أنا أرى الآن حتى الكبار كل واحد تحت يده كما قلت خمس عشر يحافظ عليهم لا يذهبون لغير يسمعون لغير سأقول لكم كلمة دخلت كالسهم المدفع الخاذفة الهون في أذني قتلتها ودخلت بسهم مسموم على قلبي عندما قيل له الرجل فلان الفلان من طرف دعين تستبد منهم جدا فقال لو تركناه لأخذ الناس من تحت أيدينا ومشى بلغتني هذه الكلمة كأنها أبكتني وما أجعلت فيها مكانا يستقيم قلت هل النظر في هذا الباب لهذه المسألة أن لو تركناه سيؤثر على الناس يأخذهم من تحت أيدينا ويمشي كان البعض يتكلم معي في أمر معين فقلت له لا أريد قال لابد ولأن الانتشاء قلت له لا أريد قال لتفهم هذه من فقه الواقع قلت له إذن أنت أبله ولا تفقى في الواقع مع أنه رجل له خيمة علي جدا هو طبعا ينتوي خيرا قلت له تعرف كيف أعيش قال كيف قلت له آية واحدة لك أن تفهمها أعيش بها قال ما هي قلت قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عمي ما فهم مني شيئا قال ما هذه آية مثل الآيات إيش في هذه فأردت أن أفتح له ليفهم ففتحت له جزءا يسيرا فقط وأما الباقي فهو في قلبي وأعيش به قلت له إبراهيم كان يملك إسماع الجنين في بطن أمه قال لا قلت له من الذي أسمع قال الله قلت أما قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ألم يرمي النبي قال بلى رمى فقلت قد قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فتفطن فتفطن حقا لما قلت له تفطن فقال فتفطن حقا لكن هو لم يستوعب فتركت ومشيت هكذا نفعل فتعجبت جدا عندما قال القائل لو تركناه مباشرة سيأخذ الناس من تحت أيدينا ويمشي به إلى الله المشتك إلى الله المشتك ثم حصل معي مؤخرا أيضا مع أناس خشي على نفسه لأن الناس جميعهم تأثروا جدا وانحازوا لمن يدرس لهم بطريقة يعني حتى هو نفسه مش مصدق إذا خرج الجميع خلفه وإذا دخل الجميع معه فأعمل أمرا معينا حتى يبعده بعادا هو يعلم أن هذا الرجل مؤدب عندما يرى عوجاجا ينسحب بلطف وبأدب ولا ينكر ولا يؤذي من كان معه يعني من كان معه هذا هو أعطاه مكانته لكن هو الرجل ما استطاع أن يتحمل ما استطاع أن يتحمل لذلك البعض بعثوا إليه قالوا علمنا لما تمشي فانسحب رويدا رويدا بلطف وقال لك مشيت حدث معي في جامعة معينة صاحبها لابد أن يتعلم ولابد أن يتأدب وأنا أيضا لم أؤذيه بكلمة لكني علمته الأدب في لقاء معين علمته الأدب ليتأدب يعني صنع شيئا كان طالب العلم الذي معه هو السبب الرئيس في صنعه عندما طلبه في مكانه فلما طلبه في مكانه يعطي بعض المحاضرات هو طبعا أصلا ما كان يرى ذلك المسجد أغلق تماما وكان تأسيس علمي تأسيس أصولي علمي فقط والمسجد المسجد وما حوله انبهر فقال له لابد أن نصنع جامعة وغير ذلك وساء أدبه في التعامل معه سوء أدب والآخر يستطيع أن يقطع رقبته لكنه يعامل الناس بدين دينه يحكمه فقال الدين حاكم في هذا الباب وهذه ليست ليست من سوء الأدب معه مع عالم أو مع طالب علم هذا سيرجع عليه هو بالنقصان وهذا الحق ويظهر أيضا يظهر تظهر نقيصته عمام عينه ولذلك أيضا لم يسكت الآخر عندما تسنى له اللقاء علمه الأدب أدبا ولا يفهمه إلا المعيد فقط والعلم حاكم في ذلك فهنا لما يكون الرجل يعني يصنع ذلك الله يشكل له والله يمكن له لأن القلوب لا يملكها أي أحد مسألة القبول والقبول القبول والمحبة لا يملكها أي أحد هذه من فوق العرش مهما أخصت بالأسباب المادية وهي طبعا مطلوبة لكن يبقى أن السمر بيد من السمر بيد من خلقها وأعطاها فهنا شكر الله له ذلك يعني شكر الله له ذلك فقال اثبت كما شكر للنبي الأصيل شكر للعالم الوكيل قال اثبت اثبت أنت تشفع للناس قال حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم رب اغفروا رحمة الله عما تعالى فإنك أنت الأعزبك وفي قول أبي مسعود لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه قالوا إن فيه يأتي علينا العام يخصب والعام لا يخصب هنا ابن مسعود قال لا أقول لا يأتي زمان الذي بعده شر منه بعام خصب وعام جدب أو عام خصب جدب لا 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 شوف هنا فقال ابن مسعود لا ليس كما تذهبون بل يموت العالم ولا تلد خلفا له فيتصدر الجاهل فيفسد الجميع هنا نستحضر قول النبي لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل وإن الله لا يقبض علم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم يقبض العلم بقبض العلماء على ما قال أبو غريرة هنا دفن علم كثير وبكى فقال ابن عباس تسألونني كيف ذهاب العلم ذهاب العلم بذهاب أهله ذهاب العلم بذهاب بذهاب يعني أهله فهنا يقول ابن مسعود يموت العالم ولا تلد له خلفا فيتصدر الجاهل فيفسد الجميع اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن القائن ويخون الأمين وينطق الروايبضة وما أكثر الروايبضات وما أكثر الروايبضات لذلك قال لهم قال لما قالوا إن فيه يأتي علينا العام يخصب والعام لا يخصب قال إني والله لا أعني خصبكم ولا جدبكم ولكن ذهاب العلم والعلماء قد كان قبلكم عمر فأروني العام مثله ذهاب العلماء ثلما في الإسلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الباب بيانا شافيا عندما يقول إنما العلماء هم ورثة الأنبياء وعندما يقول ما يرد له به خيرا يفقه في الدين عندما يقول قتلوا قتلهم الله قتلوا قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال إنما شفاء العي السؤال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضنا ابن عمه وأراد له كل الخير عندما قال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل قال ابن مسعود لا أقول عام أخصب من عام ما عام أو عام جدب خصب المسألة أنه يموت العالم ولا تجد له خلفا فيتصدر الجاهل فيعصف الله بالجميع رضي الله عنك شريف رضي الله عنك محسن أحسن الله عليكم لكم حظنا نصيب كبير من أسمائكم طيب لأن ظهر قدم الآن فأقول من الفواد مستنبطة لا يعرف عظم قدر العالم إلا من رقى قلبه وارتقى طبعه نجاة المرء وسعادته ليست بالخصب أو الجد بل بحلاوة الإيمان في القلب الله أن العلم المعلم في الحياة المكرم الله أكبر ما أجمل هذا البيت هو منبع العز الذي لا ينضم ما أجمل هذا البيت أي نعم مصالح الشخصية إذا دخلت في الإسلام أو في مجال الدعوة انتهى لذلك سألني بعضهم قلت له إياك أن يأكل أحد بدعوته إياك الله أكبر هذه أبيات رائعة جدا آمن سلام سلمت يمينك لذلك الله كل خير ما هذه المشكلة قلت يا سمراء المصلحة الشخصية إذا دخلت في الدعوة أفسدت كل شيء وانتكست الرأي وخسرت اللهم إنا نبرأ إليك من من فعالنا ومن زلتنا ونستغفر ونستغفرك ونتوب إليك ونأوب إليك وأنت أرحم الراحمين رادي الله عنك حجزين أبحث الله عليك رادي الله عنك حسين وأنا لا أقصر معك أكون خادما لك خدمة بإذن الله يترضي ربي عني أبشرها حسين أنت فوق رأسي أليتك تأخذ الهاتف من المشفين وتتصل فيها وأفصل لك ما يمكن أن يفعل راهني إشارتك بسيس حسين ولشيخنا همتون عالة الثرية فنالت من فنون الذين رية ولشيخنا همتون عالة الثرية فنالت من فنون الدين رية فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبي للخلق وأرضاح المحيا فنالت من فنون اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر